اللهم رب شهري رمضان الذي أنزلت فيه القرآن رب تعالى عبادك فيه الصيان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد متابعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في برنامجنا القرآني حروف قرآنية وما زلنا نناقش أسباب الأخطاء الشائعة في تلاوة القرآن الكريم اليوم سنستعرض سبب شائع عند تلاوة القرآن الكريم وهو التلاوة السريعة ماذا نقصد بالتلاوة السريعة؟ لدينا لتلاوة القرآن الكريم ثلاث مراتب المرتبة الأبطأ ونعبر عنها بالترتيل والمرتبة المتوسطة وهي التدوير والمرتبة الأسرع وهي الحدر ما الفرق بين هذه الثلاث؟ الأولى الترتيل وهي قراءة القرآن بتأني وإتمئنان مع الإتيان بأحكام التجويدية وكمثال في البسمة المثلا بسم الله الرحمن الرحيم هذه مرتبة الترتيل أما مرتبة التدوير وهي المتوسطة فتكون أسرع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه مرتبة متوسطة والبعض يستخدم المرتبة الأسرع وهي تكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذه المرتبة الأسرع الإسرع في القراءة قد نحتاجه مثلا ونحن في شهر رمضان أريد أن أختم أكثر من ختمة في شهر رمضان فثواب تلاوة القرآن مضاعف بل لا يعد ولا يحصى من تلا فيه آية كان له من الثواب كمن ختم القرآن في غيره من الشهور لكن لدينا أيضا حث من أهل البيت عليهم السلام بأن نقرأ القرآن بتأني وإطمئنان فلتكن لنا ختمة عبدية وختمة تدبرية إن صح التعبير روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في قوله وردت للقرآن ترتيلا جواب الإمام بيّنه تبيانا ولا تهده هذ الشعر يعني مو بسرعة ولا تنثره نثر الرمل ولكن أفزعوا قلوبكم القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة كثير ما نقرأ أريد أختم جزء واحد أو حتى في غيره من الشهور ورد واحد مثلا حزب أو حتى ربع حزب جيد ولكن لا يكون همي آخر السورة المهم أننا نتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى وكما قلت نجعل لنا ختمة تعبدية وختمة تدبرية أهل البيت عليهم السلام أوصينا أوصينا بهذه الوصايا حتى نلقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم رب شهري رمضان رب شهري رمضان الذي أنزلت فيه القرآن رب شهري رمضان شكرا